لقد تحدثنا في الدرس السابق عن التكاليف المحتملة لإنشاء مصنع كاك، لكنه استثمار رئيسي أفكر بالبدء به. لذلك، قمت بإنشاء جدول بواسطة برنامج الجداول الإلكترونية Excel، وهو متاح على الصفحة الإلكترونية خاناكاديمي.org.download.cupcakes.xls. عند استخدام جزء من الرابط بحذف اسم الملف cupcakes.xls، ستتمكن من الوصول إلى جميع التنزيلات الموجودة، وسأضع المزيد من الملفات هناك. أنصحك بالحصول على هذا الملف للتعديل عليه. يقوم الجدول بإجراء جميع العمليات الحسابية التي قمنا بها في الدرس السابق بشكل تلقائي. لنفترض أن تكلفة الاستثمار في المصنع بعد الحصول على مناقصات من المتعهدين يساوي مليون ومئة ألف دولار، وتبلغ القدرة الإنتاجية السنوية مليون قطعة من الكعك سنويا. لنفترض أن تكاليف الإنتاج ارتفعت لسبب ما. والآن، بما أن الحاسوب سيقوم بإجراء العمليات الحسابية، يمكنني استخدام أرقام ذات كسور. إذن، نفترض أن تكلفة إنتاج القطعة الواحدة من الكعك تساوي دولارا واحدا وخمسة سنتات، ولكن يبلغ سعر بيع القطعة دولارين، وهذا مجرد سعر افتراضي. لقد أدخلنا سعر القطعة الواحدة في حق المدخلات هذا الجدول، وتم إدخال السعر دولارين، ولنفترض أن هذا هو عدد الوحدات المنتجة. هذا هو بيان الدخل في هذه الحالة. على الأقل، وصولا إلى الدخل التشغيلي. بالنسبة لحسابات هذا البيان، ينتج أن الإيرادات تساوي مليوني دولار. لاحظ ما يحدث عند تغيير الأرقام. عند بيع القطعة الواحدة من الكعك بسعر دولار ونصف، فالإيرادات تساوي مليون ونصف مليون دولار. إذن، يقوم هذا الجدول بإجراء أي حسابات نريد، ويمكن إيجاد تكاليف البضائع المباعة. عند تغيير عدد القطع المنتجة، لتصبح 500 ألف بدلا من مليون قطعة، يتم حساب كل شيء بناء على ذلك. وفي جميع الحالات، ينتج الدخل التشغيلي وبالاتجاه للأسفل في الجدول، يمكننا إيجاد معدل استغلال القدرة، معدل استخدام الطاقة الإنتاجية. إنه يساوي عدد القطع المباعة، مقسوما على عدد القطع التي يمكن إنتاجها، وفي هذه الطاقة الإنتاجية تساوي 50%. ويبلغ العائد على الأصول الدخل التشغيلي مقسوما على مبلغ الاستثمار الأولي، ويساوي مبلغ 275 ألف دولار مقسوما على مليون ومئة ألف دولار، أي أنه يساوي سالب 25%. وهذا في الواقع عائد سيء. وفي النهاية، ذكرت أن الأمر الوحيد الذي يمكن لمالك المصنع التحكم به هو السعر، ومن المؤكد أنه عند فرض سعر أقل سيرغب عدد أكبر في الشراء، وعند فرض سعر أعلى يقل عدد المشترين، ذلك على الرغم من وجود بعض السلاع التي يعتقد الناس أنها أفضل عند فرض سعر أعلى، وبالتالي قد يروابون بشرائها أو الحصول عليها للتباهي أمام الآخرين، لذلك قد يعتبر البعض أن تناول كعك أعلى سعراً قد يدل على المكانة الاجتماعية، لكن بشكل عام كل من خفض السعر تزداد الكمية المباعة، ونستطيع الآن تحديد الحالات التي يمكن جني مبالغ معينة من المال فيها، عند بيع القطعة الواحدة من الكعك بسعر دولار ونصف، وبيع العدد خمسمائة ألف قطعة، سيواجه المصنع خسارة سنوية تساوي 275 ألف دولار، وببيع القطعة الواحدة بسعر دولار وخمسة وسبعين سنتاً، وبيع العدد سبعمائة ألف قطعة، فيصل البيع إلى نقطة تعادل، ولنفترض أنه يتم بيع القطعة الواحدة بسعر دولار وخمسة وثمانين سنتاً، وفي هذه الحالة يجني المصنع أرباحاً، حيث يتم الحصول على عائد على الأصول يساوي 5%، وللقيام باستثمار رئيسي قيمته مليون ومائة ألف دولار، يجب التحقق من فهم الأسعار والمبيعات المحتملة، لذلك ما فعلته هو استخدام برنامج الجداول الإلكترونية أكسل لجراء دراسة دقيقة، سأعرض الجزء الآخر من الجدول، وأنصحك بالحصول على هذا النموذج وتعديله، لأنه مثير للاهتمام، حيث يمكنك من خلاله إجراء الكثير من التحليل، حتى بالنسبة للأعمال البسيطة، وإذا كنت في المدرسة الثانوية أو الإعدادية، قد يكون هذا ممتعاً، ولا أعلم إذا ما كانت المدارس تسمح باستخدام أشياء كهذه من أجل مشاريع العلوم، لكن يمكن تحليل أي مشروع أعمال محلي بالعديد من الطرق المختلفة، وإذا شاهدت الدروس الخاصة بالاحتمالات، أقوم بإجراء هذه العمليات الحسابية بواسطة عمليات بواسون، يمكن تحليل مشروع ما وإنشاء جداول بواسطة برنامج الجداول الإلكترونية أكس، وقد ينتهي بكالمطاف بالفوز في معرض الولاية للعلوم، حيث يمكن أن يكون ذلك مشروع رياضيات أو مشروع هندسي. على أي حال، أريد إيجاد العائد على الأصول، إنه يساوي الأرباح التشغيلية مقسومة على مبلغ الاستثمار الأولي، ويعتمد العائد على الأسعار المختلفة التي يمكن فرضها والكميات المختلفة التي يمكن إنتاجها. من الصعب تخيل هذه الحالات، لذلك قمت بتمثيلها بشكل ثلاثي الأبعاد، كما يظهر على الشاشة عند فرض سعر دولارين وثمانين سنة للقطعة الواحدة، وبيع ثلاثمائة ألف وحدة فقط، فهذا هو العائد على الأصول. هذا المنحنى الذي أشير إليه هو المنحنى صفر، أي أن هذه هي نقطة التعادل، إذن تشكل أي نقطة على المنحنى نقطة تعادل؟ عند بيع القطعة الواحدة بسعر دولارين وثمانين سنة، وتم بيع ثلاثمائة ألف قطعة، سيصل العائد إلى نقطة التعادل. وعند البيع بسعر دولار وستين سنة للقطعة الواحدة، وتم بيع تسعمائة ألف وحدة، لا يزال العائد عند نقطة التعادل. إذن هذا هو المنحنى الخاص بنقطة التعادل، وهذا ما يجب تجنبه. إن جميع هذه العوائد سالبة بدءا من سالب خمسين في المائة إلى القيمة صفر، وفي هذه الحالة يخسر المستثمر نقودا. كنت سأضلل هذا الجزء إذا لم يكن ضمن برنامج أكسل. عند بيع القطعة الواحدة بسعر دولار وستين سنة، وبيع أربعمائة ألف وحدة يحصل المصنع على عائد ذوقي ما سالبة، ويمكننا إيجاد ذلك بواسطة الجدول الذي قمت بإنشاءه. على أي حال، من المثير للاهتمام، الاطلاع على هذا الجدول وتعديل قيمه، ويظهر أن تغير هذه المتغيرات لإيجاد القيم الأخرى طريقة متقدمة. ويكون الجدول بسيطا بإقدار بصاطة المشروع، ويمكن تخيل ما يحدث عند تغير العوامل المتغيرة الأخرى، لكن هذه هي العوامل الرئيسية. لنفترض أن المشروع قد نجح بإنتاج كعك اللذيذ المذاق، ما يجب فعله هو وضع سعر منخفض للمنتج، ولنفترض أنه يساوي دولار وخمسة وسبعين سنة، وهذا سعر منخفض للغاية لهذا النوع من الحلويات، ولا يوجد منتجين آخرين في البلد حاليا، لذلك يتم بيع الكمية المنتجة بأكملها، يتم إنتاج 200 ألف قطعة سنويا، وهذا يساوي عائدا على الأصول نسبته 18%. وقد يبدي الكثيرون رضاهم عن ذلك العائد، لكن لا يحصل المصنع على أقصى ما يمكن من العوائد، على الرغم من أنه يتم بيع الكمية المنتجة بأكملها. ماذا يحدث عند رفع السعر قليلا؟ تصل القدرة الإنتاجية إلى حدها الأقصى، حيث تساوي 100%، لكن قد يوجد عدد ممن يريدون الحصول على هذا الكعك، لكنهم لا يستطيعوا، وذلك لأن المصنع لا يستطيع إنتاج ذلك العدد. لذلك يتم رفع السعر قليلا ليبلغ دولار وخمسة وثمانين سنة للقطعة الواحدة، وبذلك يتم بيع مليون قطعة سنويا، لقد كنت محقا، فلم يتم الحصول على أقصى عائد سابقا، حيث يتم جني مبلغ 300 ألف دولار سنويا بعد رفع السعر. تبدو تلك فكرة جيدة، ولنرى كم من الأشخاص يرغبون بالشراء بسعر أعلى. سأرفع السعر إلى دولارين للقطعة الواحدة، لكن في هذه الحالة، يبدو السعر مرتفعا بالنسبة للمستهلكين، وقد يشكل صدمة لهم. لذلك ربما يجب جعله دولار وتسعة وتسعين سنة، وبالتالي لا يتم بيع مليون وحدة، بل تسعمائة وخمسين ألف قطعة، فربما يوجد خمسين ألف شخص لا يرغبون بشرائها بسعر دولارين بدلا من دولار وخمسة وثمانين سنة، لكن لا يزال هذا ناجحا، فلا يزال المصنع يجني المزيد من النقود على الرغم من بيع عدد أقل من الكعك، بسبب رفع سعر القطعة الواحدة، ويساوي العائد 37%. لنفترض أنه يتم تغيير هذه القيم لحين التوصل إلى النقطة المثلى، وهي بفرض السعر ثلاثة دولارات للقطعة الواحدة، وبيع سبعمائة وخمسين ألف قطعة، بذلك يتم جني مبلغ تسعمائة واثنين وستين ألف دولار سنويا، أي أن العائد كبير ويساوي ثمانية وثمانون في المئة. تخيل أن أحد الاستثمارات أو المشاريع عوائده تساوي ثمانية وثمانين في المئة من رأس المال المستثمر سنويا، يعد هذا جيدا بالنسبة للمستثمر، بحيث يقود أحدث أنواع السيارات ويشتري أكبر المنازل على أحد التلال في البلدة، وما إلى ذلك، وقد يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن كل ما يفعله المستثمر هو إنتاج الكعك، في هذه الحالة يرغبون في بناء مصنع لإنتاج الكعك، فعائده على الاستثمار أفضل من الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو أي استثمار آخر، بالتالي يتجهون لإنشاء مصنع كعك، هذه هي الورقة الثانية التي قمت بإنشائها في هذا الجدول، كان مبلغ الاستثمار الأصلي يساوي مليون ومائة ألف دولار، يتم البيع بسعر ثلاثة دولارات للقطع الواحدة، وبيع عدد سبعمائة وخمسين ألف دولار من القطع، وتكلفة القطعة الواحدة تساوي دولار وخمسة سنتات، في هذه الحالة يبلغ العائد السنوي تسعمائة واثنين وستين ألف دولار، وقد تتساءل عن سبب عدم القيام بتسجيل أي الدروس خلال الأسبوعين الماضيين، لقد ولد لي ابن سميته عمران، لذلك يعد من المنطقي جدا تسمية المصنع باسمه، لنفترض أنه لا يريد الحصول على مصروف من والده، بعد الآن لذلك يود العمل في إنتاج الكعك أيضا، يمتلك عمران مالا أكثر حصل عليه من جدته، لذلك يبلغ مبلغ الاستثمار مليون ونص دولار، لقد لاحظ أن هذا استثمار جيد، لذلك قام باستثمار المزيد من المال فيه، قام ببناء مصنع يستطيع إنتاج مليوني قطع سنويا، إن هذا المصنع أكثر كفاءة، وبالتالي يستخدم كهرباء أقل، ويستهلك كميات أقل من القشدة، ويحتاج لأجهزة تبريد أقل، وبالتالي تصبح تكلفة القطعة الواحدة أقل، يقرر عمران البيع بسعر أقل مما باع والده، أي بسعر دولارين وتسعة وتسعين سنة للقطعة الواحدة، في هذه الحالة، يتجه المستهلكون لشراء منتجاته والتي تتمتع بنفس الجودة، لنفترض أنه يتم بيع خمسمائة ألف قطعة من الكاك، بينما يبيع المصنع الأول مائتين وخمسين ألف وحدة، بسعر ثلاث دولارات للقطعة الواحدة، حيث يوجد عدد من من يفضلون كاك المصنع الأول، يصل إنتاج المصنع الأول لنقطة التعادل، بينما يوجد عدد من من يتمسكون بمنتجاته، لذلك، يقوم المصنع برفع أسعاره قليلاً، حيث يعلم أنهم يفضلون منتجاته، يواجه المصنع انخفاضاً في الأرباح في هذه الحالة، أدرك في النهاية أن ما يحدث ليس جيداً، لأن المصنع الثاني أصبح مهيمناً على السوق، أريد منك ملاحظة حدوث أمر ما، كان عائد المصنع الأول يساوي 88%، لكن بعد إنشاء المصنع الثاني، ماذا أصبحت قيمة العائد؟ يعمل المصنع الثاني بقدرة إنتاجية تساوي 25%، لكن العائد على الأصول قد انخفض بمقدار 20%. بينما انخفض العائد على الأصول للمصنع الأول بقيمة 1%. إذن توجد فكرة أساسية هنا عند نجاح مشروع ما، والحصول على عائد جيد يجذب ذلك منافسين للعمل قدرة إنتاجية، وبوجود طلب كاف لإشباع القدرة الإنتاجية الجديدة، وقد يحصل المشروع على عوائد أفضل، بشكل عام مع مرور الوقت ينضم مستثمرون جدد إلى السوق بوجود عوائد جيدة، لقد انتهى وقت التسجيل، لذلك سأتحدث في الدرس اللاحق عن المزيد من حالات التنافس إلى اللقاء قريبا.